اللي بيعمل تجاعد الوجه بدري قوي كذا حاجة أولهم الجين الوراثي إن في عائلك بأكملها جلدها فاتح قوي فبالتالي تبصي تلاقي الخطوط ظهرت في بشريتها بدري جدا خاصة لو كانوا جلدهم فاتح قوي وعايشين مثلا زي اللي من مصريين اللي اليوم عروق أطراق مثلا تلاقي جلدهم فاتح قوي وفي نفس الوقت بتعرضوا للشمس راهيبة فبالتالي بيعجزوا بدري جدا الحاجة الثانية النكد 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 والاسترس ده أكيد مؤكد النكد 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 بيطلع كمية توكسنز وبيطلع هرمونات وبيطلع يعني نعمل حلقة لوحدها كده قاعدة كلمك عن نكد والتجايد والهرمونات والعلاقة ما بينهم يس انت بوقتي احنا جسمنا ده عبارة عن نيرفا سيستم ماشي نيرفا سيستم أعصاب الأعصاب دي بتتحكم في ايه بتتحكم وليها علاقة وطيدة بالهرمونات والهرمونات بتتحكم في الأعصاب والعكس صحيح وكله على بعضه كمان الأكل يتحكم فيه يبقى الأكل والهرمونات والأعصاب مع النكد أخبرهم ايه معاكي اشرحين انت خبيرة اكتر مني قولي لي اللي بيحصل النكد بيعمل ايه بيأثر على الأكل بيأثر على الأعصاب الهرمونات فالنكد دي بهدل وبيعجز بدري جدا لمليون سبب قلتهم لك علميا سريع لا 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 تماما تماما طيب السبب اللي بعد نيجي بقى للسبب اللي بعد كده زي الحالة اللي معنا هنا خست 17 كيلو في 4 شهور عندها 25 سنة إيه زي تلاجك ان انا اخست 17 كيلو في 4 شهور it is not logic المفروض ان احنا لو مش هنتابع مع حتى طبيب ان احنا ناخد معلومات من طبيب ما يخلناش نخص 17 كيلو في 4 شهور لان ده تومتش على الجسم امتى ما يكونش تومتش على الجسم لو انا اصلا 120 كيلو صح ولا غلط لكن ما اعتقدش ان الحجم بتاعها لما نزود عليه 17 كيلو هيوصلوا اساسا لـ 90 كيلو مش هيوصل فاهمة اصدي؟ طيب طيب انا نفسي بقى الخساسان هنا الخساسان هنا عمل بقى اللي انا هقولولك دلوقتي يلا خلينا نعمل فوكس على وشها وعايزة اعمل سترس على حكتين فضا عايزك معي فيهم ترجمة نانسي قنقر